منورنا ومشرفنا الأخبار مطمئنة الأيام دي خلنا بس نعمل بريف سريع كده عن اللي احنا كنا نتكلم عليه احنا كنا نتكلم أنا أقول إمتى عندي كورونا أو أعراض الكورونا قلنا ممكن تبتدي من أعراض بسيطة جدا زي أن يبقى فيه عندنا واجع في الزور أو راشح أو تكسير في الجسم أهم دين وممكن نوصل لمرحلة أن احنا يقل معدل الأكسجين أو نوصل لأعراض واضحة جدا زي فقدان حسة شم والتزوق أو أن يبقى عندي أعراض غريبة زي ما قلنا قبل كده أن يبقى فيه أحلام مزعجة وإلي تنوم أو اطراف النوم كلمنا بعد كده قلنا الحاجات دي لاها علاقة بالفيروس؟ الأخير دي لاها علاقة بالفيروس والله بس ما حدش تكلم فيها لا احنا كلمنا فيها لأن القصدي مش منتشرة إعلامية لأ منتشرة موجودة لأن حاليا هتلاقي فيه موجة جديدة أو فيه كلام جديد عن أهل المتعافي من فيروس كورونا يعانوا من الاكتئاب ويانواع الاكتئاب اللي يعانوا منها أنا فكرة نتكلمنا على المتلازمة كمان تلازمة الكورونا بالضبط كده فهي القصة كلها أنه بما أنه حصلنا أصابة بالتبعية هيبدأ الجسم هي من المناعة وقالنا ساعتها أنه عندنا نوعين من المناعة فيه حاجة اسمها المناعة الطبيعي أو المصر الطبيعي أو اللقاح الطبيعي وقالنا أنه فيه حاجة اسمها اللقاح صناعي اللقاح الطبيعي أنه نخاء العظام يبدأ يشوف شغله ويبدأ يطلع كراد دمو البيضة. كراد دمو البيضة بتطلع أجسام مضادة. أجسام مضادة ديت هي اللي بتقوم بالمهاجمة أو هي اللي بتقوم بخط الدفاع. نتيجة الحرب اللي ما بين الأجسام المضادة و كراد دمو البيضة والفيروس بيانتوا جعلنوا بعض الأعراض أو بعض التفاعلات اللي بيحصل في الجسم أو بيحصل في الإنسان. من أول بقى لو تتكلم لما قلنا أن بيحصل مشاكل في التنفس، مشاكل في الكلا، مشاكل في الوعي مشاكل حاجات كتيرة جدا قلنا ان مريض الكورونا بيعاني منها او بيفضل يعاني منها الفترة بعد كده الجزء اللي حصل ده اسمه الزاكرة الطبيعية للجسم ان الجسم عنده زاكرة طبيعية اسمها الاجسام المضادة في حالات كورونا في اقل حالات كانت بتبدأ من شهر وفي اعلى حالة وسط من 3 شهور ل4 شهور يبقى المناعة الطبيعية بتاعت الاصابة بتوصل لمدى 3 شهور عشان ابدأ انا احمي الصفوف الامامية اللي هي بتواجه الكورونا او بعض الاشخاص اللي هما بيعتبروا هما الهايرسك ان انا ببدأ اعمل اضعاف او ان انا اقتل الفيروس او ان انا اخد جزء من الفيروس واحقن بين الانسان في سورة تطعيم التبعية هنا ان المفروض ان الموجة او الحدية للاصابة تقل ليه لان خلعت نوع من انواع المناعة او فصل للحاجز الاساسي او الحاجز الرئيسي اللي ممكن من خلاله تنتشر الاصابات برا دي جزئين الجزئية التانية ان انا اعرف كويس انا المفروض اعمل ايه واعملو ازاي ازاي ما اتفقنا انا عندي مصاب هعمل ايه انا عندي شك هعمل ايه ايه المفروض اللي انا اشتغل عليه في المناعة عشان احسن المناعة لو تفتكر لما قلنا الاكل الكويس والشبه الكويس والنوم والتوازن النفسي والتوازن الانفعالي المهم هنا بقى والسؤال انواع الاصابات وبعد الاصابة ايه اللي بيحصل لو تفتكر احنا قلنا أن عندنا إصابة بفقد حس الشم والتزوق وأن ساعتها أن دولة ناس محظوظة شوية لأن الإصابات بتقف عند فقد حس الشم والتزوق بعض الناس بتدخل في مرحلة البوني إيكس أو واجع الجسم والتكسير والهمدان و3-4 أيام ويبدأ يتحسن وأمور دي بتحسن بعد 14 يوم تماماً ما بيبقاش عنده أي مشاكل المرضى المهمين هنا في القصة الناس اللي احتاجوا للدخول للمستشفى أو احتاجوا لكسوجين لأن هم دولة اللي بينتج عنهم أعراض أو مشاكل تستمر معهم بتتوصل لحد ثلاث شهور إيه مشاكله؟ مبدئياً في فترة الإصابة الإنسان بيبقى عنده انهيار نفسي عنيد جداً لأنه هو بتخيل أنه داخل في دوامة مشاكل جميعاً كويس؟ خرج من الدوامة دي ما بيرجعش الأساس ما بيرجعش اللي كان عليه ما بيرجعش الإنسان اللي هو كان موجود قبل الـ 14 يوم قبل الـ 21 يوم طب ليه يا دكتور طالما دلوقتي الدنيا بزقت خلص ياخد العلاج بدأ يتحسن إيه اللي بيخليه بيلف في هذه الدائرة من التعب النفسي أو الألم النفسي؟ جزء منها الوضع الحاصل إن أنا بسمع كل يوم وفيات أو بسمع الإصابات الشكلية عمنا إزاي أو الدنيا ماشي إزاي الجزء الثاني بعض المواد اللي تخرج من المعركة المبينة المناعة والفيروس المواد دي بيبقى لها تأثير على كمية المخ لو تفتكر في المرة اللي احنا كنا فيها بمتكلم سواء وقلنا إيه؟ إن الإنسان لازم ينام كويس عشان الجسم يستعيد الكيمية بتاعته تاني ويقدر يعيد تنظيم الكيان بتاعه الكيان بتاعه هو إيه؟ يبقى عنده ثبات انفعالي السبات الانفعالي تاني هيرجع للمنظومة الأساسية هنا ناس كتير جدا قالت وفيه بيبرز ممكن تصدق وورق ناشر يظهر الفترة الجاية يقول إن مرضى الكورونا ممكن يعانوا متلازمات نفسية عريفة جدا تبتدي من أول الإحباط الشديد لحد محاولات الانتحار وممكن توصل لحد البرنوية